ضيطنا لهذا اليوم أكيد بعد سلسلة المبادرات من البرنامج الصباحي وقناة سمراء الفضائية لدعم المواهب اللي هي مهمة نوعا ما نقدر نقول أو ما مصلت عليها الضوء فليجينا أكثر من شاعر من أكثر من محافظة مهند الله سبحانه خير الله يسلمي شكرا طبعا بالبداية أشكرك على تلبية الدعوة وأني فخور جدا بهذا البرنامج الجميل وهذا القناة الجميلة والصباح معاك يجعي ملكي إن شاء الله شكرا لزينا نحن لدينا شكرك وهذا واجبنا أكيد الله يسلمي اليوم نريد نعرف من هو مهند بدايتك البداية طبعا كانت بداية الشعر كانت 2012 زين أما الانطلاق كمهرجانات دعوات 2016 صارت زين دعوتك كشاعر سؤال يمكن أن ينسب ما حد رح يسألك يا قبل نعم أو بعد نعم ليش صارت شاعر يعني شنو السبب السبب بالبداية طبعا العشيرة مالتي أول الأهلي كلها على هذا المنهج كلكم شعرات من جدي على جدتي على أبوي على أموي كلها هي تسلسلة الشعر وموهبة والشعر موهبة من رب العالمين طبعا أكيد 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 وهم بعض الجروحات والآهات والحب والمعاناة خلت الواحد يعاني نفسه ويراجع بنفسه أحسن من ما واحد يداوي جراح من يا محافظة صلاح الدين الشرقات صلاح الدين من الشرقات والنعم أهلا وسلم صلاح الدين من الشرقات يا سلمك أهلا زيا والله شوقتني خل نسمع شي من عندك لعب بالبداية قبل ما نسوالف أكيد أجدعني يا الله بكيفك بعدني الوجه كان أشتاق وليه شو بساع صار أفراق حيل وما بعد بيها والله بصدر أشوف أنضاق أنا سامع حرامي بوق ياخذ من غراض البيت ما سامع بشر من حضنبوي مباق بدلة بيضة وقنعوك قرفوا بيها بس اثنين عفتني وبالعجل ومشيت خذك على الخير مدرب ضيم المهم زفة وخذك على البيت باب القرفة من نسد سد الموصل أنا بشيت مثل عقول عد فلاح يحصد بزرع ويبيع هيك بغي بتك ظليت ذاك اليوم من مريت باب البيت شو مزدود عطرك ماك ومش تميت صح تزوجت لكن بعدها صغيرة بعيوني وست سنين حسترجع اذا ارادوا يذكروني وصيا وعفيا وصيكم اذا ارادت تمرني بيوم آنوا يا هعوفوني وذا حسيت مر شيطان قوموا امسك القرآن وبالاخلاص نبهوني كلامه واي عندلها تعالوا البيت اخذوني اريد وصل عتبت الباب وريد اشتم حضر الاحباب تعالوا بسرعة دلوني قابل خايف من الموت طلقوا تكتل بلا صوت بس وياها شيعون طب المقبرة وبسكوت ناسوا بيها خافوا تموت وبلحظات تدفنون صح يسلم الله يسلم صح يسلم صح يسلم حجيتلي على المهرجانات قلت لي يعني بـ 2016 2016 كانت انطلاقي للشعر مهرجانات شن المهرجانات اللي رحت بيها مثلا وعلي اساس دعوك للمهرجانات طبعا المهرجانات كانت محلية بداخل القضاء واكثر المهرجانات كانت تحدث عن وجع وآهات المنطقة نفسها يعني اخر مهرجان كان بسبب السيول اللي اشتاحت مناطق من مناطق الحورية وما شابه ذالي فاحنا كمجتمع شعراء قضاء شعراء قررنا اننا نقيم مهرجان باسم السيول هيش مهرجانات نقيمها هون ندعي وشعراء وحنا نقرأ اما مهرجانات قطرية وخارج لا ما شعر ليش هذا السؤال يعني السؤال اول فقرة اللي الاعلام مو ظالم نلعه الشاعر هو يوصل نفسه بس اكفو يعني الشاعر من يلقى اعلام ويلقى قنوات تدعي ويلقى ويتحرك راح ينعرف اكثر فيتوجه لدعوات من مهرجان تكريد من مهرجان موصل ينعرف يظهر مهند بإذا تسمح لي يعني قصدك انه انت اذا ظهرت بشاشة من الشاشات نعم راح الناس تعرفك بالتالي راح يدعوك لمهرجانات خارج المحافظة حسب اذا عبو تكريد راح يشوفني اليوم السامرة وباتل صلاح الدين وراهب بالفلوجة ودحقون هذا الاسم شاعر ويحتاج ويستهل واحد يدعم المهرجان راح يوجه لي دعوة اما ان اذا بقيت بالبيت بس انشروا بس قاعد ماكو ايشي ما راح يقدري يوجه لي دعوة يعني العتب على القنوات الفضائية لا العتب الاول للشاعر الشاعر ماكو قناة تجي للبيت شون الشاعر؟ الشاعر ماكو قناة تجي للبيت تقول له تصور لي يوم قصر القنوات ترحب يعني الساعة اليوم اني رسلتك قلت كلها لحياك تشرح واني اشكرك لك دعمت الشباب المواهب كلها يعني مو بس الشاعر بس قلت لك الشاعر يريد هذا الشي لازم يتحرك بدون مقام ما القناة تجي للبيت يتصور له يتحرك يدعي اريد اصور اريد هيج لازم اما قلت لك يعني الاعلام بي يعني نص زين شنو الخطوة الجاية بالنسبة لك يعني انت هسا جيت بقناة فضائية وطلعت لقاء تمام وانت قبل انت تروح يعني منتذيات شعرية ايه وصاعد منصات صح له صح شنو الخطوة المستقبلية الجاية بالنسبة لك والله هي الخطوة احنا بحقيقة بعد باول طريقني زين والتوفيق طبعا مربع العالمين فالواحي يتأمل يصال يصعد ينتظر هذا الشي وان شاء الله التوفيق للجميل يعني مثلا المغني فيسمع لي مغني آخر عقدم منه وعنده خبارك او يحبه اي مجرد يحبه حتى لو يكونه بعمرة صح فأنت ألم انت اسمع مثلا تحس منه مثلك الاعلاءاتنا بالعراق كشاعر ايه طبعا ايهاب المالكي ايهاب المالكي تحياتنا للشعراء كله اكي تحياتنا لهم صباح الخير لهم زين ايهاب حافظ للأيهاب ايهاب حافظ كثير يعني شنو يحضرك شيء مثلا يحضر سمعني ايهاب المالكي ايهاب المالكي قالوا لي الأصحاب من تلك التي نظرت إليك بعين شوق ممعنه فأجبتهم من تلكه قالوا لي بلى قلت التي كانت بغلبي ساكن لكنها الأيام تفعل فعلها مأتلها والحب أمسى مدفنه صدقت عاطفة بقبلة قاتلي في خطة للجرح كانت متقنه خانت ولم يبقى سوى عمر مضى ضيعته في حبها سنة سنة وإلى آخر القصيدة طبعا طيب شنو المشاكل اللي يعني من عندها الشعراء بمحافظة صلاح دي مرد تروح نحن تشيب غير محافظة لما يعتبر أنه أنت من هذه المنطقة فتعرف مشاكلهم ومعاناتهم صح لو لا هي طبعا سبب المشاكل أكثر شيء اللي يتصير اللي أنا شاهدان الحمد لله ما عندي أي مشكلة مع الشعراء لا بمشكلة وشعراء كشعراء ليش ما تظهرون لي مثلا تروحون للبصرة مثلا ليش ما يدعوكم البصرة ليش ما تدعيكم مثلا محافظات أخرى المشاكل المعانات اللي يعانيها الشعر بعدين نجي المشاكل المعانات أول سبب الواحد يسأل في الحقيقة لازم ما يصير يغرب زيان الشعراء من تلقي شاعر وصل بأول خطوة مثلا راح للبصرة راح للبغداد بس يصال يعتبر هو أكبر منك وإنت أذكر منه بعمرك بحيث يتكبر بل الشعبية نحكي يعني غرور غرور جدا فعادي ما مثل يقول لك يا بتهيت لفرصة أن أخذك معي البغداد لا يحس أنك لعا أنت أصغر من ش مستوي فكثير كثير حالات يجي صغير فالحمد لله الواحد عايش و ينتشل على نفسه زيان شو الأكثر تحس أنه أنت تكتب إلو بإبداع يعني تحس أنه هذا مجالك الحب والمفتوح الحب أكثر شي يلا نسمع هذا الحب لعادي نسمع يقول أنا بلاياتش أحب الموت هويتش من زغر سني أنا بلاياتش أحب الموت هويتش من زغر سني عرفت الحب يموت صغار لذلك ما أخذتش مني تعال بقلبي عيشه واي يخلى الهم يزل عني عندهموم فوقهموم متكومات أكبر واحد بهمي رحت بحضن غير إنسان ونسيت بساحر حضني مو قسمه ولبست الثوب ولا مش تهي حدش الليل أنا دموعي بهذاك اليوم ظلت بس عليها شتسيل حالف ما أدخني بيوم ما تدخني؟ الجقارة الدوخ قامت بس عليها تميل فراته دجلة ذن صغار من عيني صب النيل روح بعيد أبد لا تعود بالك تفطن بجيه عقل يطير مدري لوين إذا بس ينظر الفيه وأنا رايح حابة ودعش عفية بسكوني بسلامة أنا حبيتك قبل لا تصنع العشة الحمامة شن تصوموا بيش أفطر وادري بيهاش قد حرام شفتش إنسانة بريئة ورايدة تعيش بغرام شفتش إنسانة بريئة ورايدة تعيش بغرام شو؟ صحي لساني صحي لساني سلمك خليك ماذا عراءتكم بصلاح الدين أو بالشرقاء صحي لساني صحي لساني برأيك كلهم مظلومين لو فعلا والذين ظهروا على الساحة وليس شرط بمقابلات تلفزيونية أو صحفية هل هم يستاهلون الظهور هذا لو أكو سؤالي إليك هل هناك واسطات أكو واسطات بسبب هاي الواسطات ظهر أشخاص هم ما يستاهلون الظهور طبعا أكو الواسطة لها دور كبير شوان واسطة يعني هالساني لا أعرف فترة شعر مثلك آني شوان أصير أنا شاعر هالساني آني نظريتي حتش لكيها كعر اللي عرفي مزين آني أول ما أشرب ببيت بالشعر نتابع الشعراء شعراء الشرقاء مظلومين عن النهل تكريت وعن النهل سامر ليش لأن المنتدياء اللي اسمها مثل ما نقول تابعين لفلان دائرة اما فلان بيت اما فلان بيت الشعر وليش ما تنظمون لفلان بيت ينظمون بس أبسط شي تجي دعوة الرئيس المنتدى مثلا الرئيس هذا البيت هذا الرئيس ما راح يدز دعوة لابو الشرقاء ولا راح يدز دعوة لابو يختار من الأساس في واسطات المشكلة عدة بالأهمكم يعني احنا منظمين وعاني منظم والآخر منظم بس ما لها حل يعني هو من الدحج الواسطات تلعب دور يعني يدز شاعر طبعا ما اكو شاعر انه مثلا بالواسطات تشتهر وصعد لان الشعر شعر شما يكون بس كواجهة انظهر كسلاح الدين اختلف عني من اكثريت من لاحية الواسطات يعني شعراء سامرة بتكريت يعني طاقين عنكم يعني مو طاقي طبعا الرئاسة عندهم ها تجد دعوة تجد دعوة هي لعا تجد دعوة تبهدكو ما تقوم عن رئاسة شعر ليه دراسة من الموضوع لعا لعا مو هي شعر راح مده مثلا بيتها العراق بسامرة رئيسه فلان شخص زين ما نحدث معه تجد دعوة لول في فلان ما راح يدز على ابو الشرقات ولا راح يدز على ابو بيجي ولا راح راح اختار من اليمون دزهم روح فالهذا انه ما راح حصل بغداد ولا راح حصل بصر حاج حال الحال ما راح تسوي من خلالكم قنواتكم الجميلة ومن قنوات الاخرى ان شاء الله والتوفيق من الله رب يفتح حب وجهكم الله سمعنا شي جميع اخير عمود نختم بحوارنا سمعك مقطوعة زغيرة طبعا يلا قول غريب الي يمتظلاني وطن مهجور من دونك اريد بلهف جلبيتك وقل لك مرحب شلونك ببطن امك وغار عليك قبل ما تفتح عيونك حبيب الروح سميتك وظل الموت مجنونك حمار الخد وصل شفتي لذلك ما اخرب لونك ضحكتك تسوي كل الناس لما انتطلع سنونك يلي معلمني عيشا بيك زحمة روح من عندي كفر نترك وطن والروح ذم برقبة الجندي دخلت بحربة كان سنين جريمة عوفني بوحدي تعال اليوم تظلتناك وريدك تقعد بسدي احب الليل واسهر بي وكرها الصباح من يبدي كبرت بدونك انا هواي تجاعيد انت رسخدي كانت بينا تزهل قاب غيابك ذبل وردي وعلى الناس انت باوع وش على الناس وريد اسكر وهويس وش على الناس اذا تنطيني نارك وش على الناس خل الناس تتقلب عليه السلام عليكم صح لزانك صح لزانك شكرا لبجدك هنا ونوارتنا طبعا قبل الختام بس اوجه تحايل بعض الاخوتي واصدقائي اللي اتوياي يلا ورافقوني يلا تحياتي لأخوي وصديقي نشوان الحوري واخوي القريب من القلب وصديقي حمود العبدالله طبعا والشاعر عمر العبدالله تحياتي لحمود الجلال طبعا كثيرة الاسماء بس اللي الحضور شكرا لزينا شكرا لكل من رافقك واللي حياتهم اكيدوا كل الشعراء اللي انذكروا كل شرف كل شرف سلنا مشاهدين الكرام نحن نروح الى فقرة الشخصيات كنا نستخدم الواتساب بين الأهل والأقرباء بس ما نعرف من المؤسس ومخترع الواتساب